بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وعلى شف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 981.2 في هذا الدرس سوف نتعرف على كيف يمكن لك الحصول مرة أخرى على الانترنت مجانا على هاتفك الأندرويد باستعمال بعض التطبيقات الخاصة بالVPN أحبابي في الله فنفس الطريقة تقريبا شرحتها في درسين سابقين لكن حصلت الحين على تطبيق خاص بVPN يعني سريع نوعا ما به مجموعة من السيرفرات التي يمكنك عمل الاتصال بها والجميل بأن هناك بعض السيرفرات التي قد تكون يعني قريبة منك لبعض الدول التي قد تكون قريبة منك وهذا يسمح لك باستعمال الانترنت أكثر سرعة أحبابي في الله طبعا يعني حتى نفهم هذا الموضوع أحبابي في الله فطريقة عمل هذه الطريقة فعندما سوف تقوم بعمل كونيكتد بسيرفر معين فذلك يسمح لك يعني باستعمال الانترنت الخاص بذلك السيرفر الذي قمت بعمل كونيكتد معه وبالتالي لن يتم اقتطاع ولا سنتيم يعني في الرسيدة التي تمتلكه على هاتفك وهذا عن تجربة شخصيفة مند مدة قريبا كبير جدا سوف أستعمل نفس الطريقة وأستفيد منها يعني بتطبيقات أخرى والحين حصلت كما أشرت على هدان التطبيقات الذي أجدهما يعني أسرع أحبابي في الله لهذا سوف أعطيكم نموذج أولا بأنني لا أمتلك سير يعني ولا سنتيم واحد يعني في الهاتف سوف أحاول الاتصال بأي رقم سوف أقوم بوضع الرقم عليه أن ننتظر قليلا كما تشاهدون فقد وضعت يعني رقم بالتالي سوف أحاول الاتصال به وسوف أعمل يعني الصوت مرتفع حتى تسمعون كما تسمعون يعني الإخوان الذين يفهمون لغة الأسبانيا بأنني لا أمتلك أي رصيد على هاتف أحبابي في الله طيب الحين يعني سوف أستفيد من الأنترنت عبر هدان التطبيقين أحبابي في الله أولا سوف تقوم بتحميلهما سوف أضع لكم الرابط الخاص بالتطبيقين على بلاي ستور سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو أولا سوف تقوم بفتح هذا التطبيق عفوا فتح هذا التطبيق الذي يتواجد به مجموعة من السيرفرات كما سوف تشاهدون يمكنك عمل تحديد كل مرة يعني للحصول على سيرفرات أخرى لدول أخرى قد تكون قريبة منك يضغط هنا فقط وانتظر قليلا حتى يظهر لك مجموعة من السيرفرات سوف اختار يعني سيرفر معين أنا شخصيا إذا وجدت فرنسي أحسن لأنه قريب من إسبانيا بالتالي سوف أستفيد من أنترنت أكثر سرعة عليه سوف أختار هذا السيرفر مثلا عليه سوف أنتظر قليلا حتى يعطي لي سيرفرات أخرى عليه سوف أعمل تحديد أريد يعني سيرفر إذا كان فرنسي أحسن كما سوف تشاهدون الحين أعطاني سيرفر فرنسي سوف تختار أي سيرفر تريده من المستحب أن يكون دولة قريبة أكثر منك ثم تعمل كوني أكسبتار هنا كما سوف تشاهدون أكسبت نضغط عليها ثم أنتظر قليلا وسوف أقوم بالضغط على كونيكتد نعمل كونيكتد سوف تنبتق لك نافذة يضغط وضع العلمة بأنك يعني تثق في هذا التطبيق ثم اضغط على أكسبت وانتظر حتى يعمل كونيكتد أحبابي في الله بهذا السيرفر كما سوف تشاهدون تم عمل كونيكتد بالتالي الحين سوف أقوم بتعطيل الواي فاي على هاتفي سوف أقوم بتعطيل الواي فاي ثم أقوم بتفعيل التريسخي كما سوف تشاهدون بعد تفعيل التريسخي أنتظر حتى يتم عمل كونيكتد كما سوف تشاهدون تم عمل كونيكتد بالسيرفر والحين سوف تشاهدون سوف أذهب إلى الأنترنت أستعمل الأنترنت سوف أدخل مثلا إلى أي يعني مثلا إلى جوجل ثم كما سوف نشاهد أنتظر فقط قليلا وأقوم بعمل كونيكتد بسيرفر يعني أدخل إلى مثلا إقلي خمسة ثم أنتظر قليلا لاحظوا معي فهناك الأنترنت أدخل إلى إقلي خمسة كما سوف تشاهدون فقط عليك الانتظار قليلا شوي بشوي سوف تكون الأنترنت يعني شغالة فكما سوف تشاهدون يتم عمل الاتصال يعني الحين سوف يتم تسجيل الدخول إلى إقلي خمسة طبعا يعني إذا كنت قد شاهدت يعني هذا السيرفر يعني نوعا ما بطيء لاحظوا معي فيمكنك استعمال سيرفرات أخرى يعني الرجوع إلى التطبيق واستعمال سيرفر أخرى أخرى لحينما كما أشرت يعني لحينما تحصل على يعني سيرفر نوعا ما يعني سريع أحباب في الله فكما سوف تشاهدون استطيع استعمال الأنترنت مجانا على هاتفي وهذا عن تجربة شخصية وقد سهدتم بأنني لا أمتلك ولا رصيد يعني في يعني في هاتفي أحباب في الله فجربت يعني الاتصال وحتى يعني أعطي يعني يعني نموذج في أنني فعلا استفدت من هذه الطريقة لأنه هناك بعض الأشخاص الذين يدعون أنك تكذب عليهم أو شيء من هذا فأنا استفيد وأريد أن تستفيد أحباب في الله فكما سوف تشاهدون الأنترنت شغال على هاتفي بسهولة وبدون يعني خصم ولا سنتيم واحد أذكر أحباب في الله سوف أضع لكم الرابطين أسفل الفيديو استعمل الطريقة إذا استفدت منها لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع هذا مهم جدا أحباب في الله حتى يستفيد الجميع فأكون سعيدة دائما عندما أستفيد من أي طريقة وأشاركها معكم لهذا فقط التشجيع وبمشاركة الفيديو والضغط على اللايك حتى يستفيد الجميع أحباب في الله وحتى أستفيد أيضا أحباب في الله في رافع من مشاهدة هذا الفيديو تمنون الدرس قلفه لكم لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو كما يضع في الصورة مدونة حوحلي المعلومات وأيضا الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات ولا تنسى أيضا كما أشرت في الأول مشاركة الفيديو مع صديقائك حتى يستفيد الجميع في أمان الله